وجه المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الذي يعكس تشكيله القوي تشكيلة القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار وذلك لعقد جلسته الأولى يوم الثلاثاء الموافق الخامس من يوليو الجاري بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب يأتي ذلك وفاء بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطني ستبدأ خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو وقد أوضح المنصق العام للحوار الوطني أن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني والتي سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى في تفاصيلها وموعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها ويعلنها للرأي العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية